احب نسئلك على هيئة المستقلة للانتخابات. تعتقد بأنها اولاً مستقلة? وهل ما زال عندها اه مصدقية بعد الاخطاء الكل اللي عملتهم في المسار هذة يامتن انتخابات؟. والله انا مش نجوبك عالسؤال بكلمة وحيدة اه كلم قاله سي سرحان. طيب. قال الهيئة هذه اتطبق في مشروع سيد رئيس الجمهورية. هيدا هو كاو? يعني هي كي تولي انتي اتطبق اه كسلطة كهيئة مستقلة للانتخابات في اه شهاوي او في اه نظرة شخص وحيد بطريقة انفرادية على مستقبل تونس الانتخابي وعلى خطر اليوم نعودوا نقول اللي ربحناه في هالعشرة سنين هي الحريات هي كيفاش قاعدين نتعلمو في الديموقراطية كيفاش تعلمنا الناس مع بعضنا كيفاش الناس اه تكونت في حزاب كيفية حزاب ربحت وحزاب خسرت يعني كيفاش صار تداول سلمي على السلطة. هرانا هذي نقطة مهمة للغاية. صح. غدوة نهار اخر بشي يصير هذا اللي مش يصير. هذي عليه صار صار خاطر فما كانت فما لجنة مستقلة للانتخابات. خاطر كانت فما صحافة متحرة. كانوا فما سياسيين مهمش خايفين. اليوم النجم يقول لك رأوا كلام اللي تقولوا في صحية. فما ناس رأوا قاعدة قاعدة خايفة في تونس. وحتى في السياسيين. فما ناس ولا توزن في كلامها. مش معناها توزن في كلامها يعني قبل كانوا يستعملوا في كلام اللي لازم مش يستعمل حشاكم في في كلام قباحة. لا لا. يعني يقول لك اخي فوق علي النظام هذي يتبدل واني بارشة ناس تقارن فيه بنظام متشدد. اه فما مو ناصرين اليوم. يعني انا انا عشت مثلا الاستفتاء. سمحني الاستفتاء فما مئة وثمانين الف تونسي يصوتوا بيلا كيما احنا طلبنا ونشكرهم على هذي. لازم تشوف صار لنا في الميدان. لازم تشوف الصلاط الجهوية والمركزية كيفاش تصرفت مع حزب مدني عمره حداشين سنة معارض ومدني مدني شو معناها معناها نعلمو الصلاط كي نمشي ونبعثو وكي نقبلو سفير نعلم وزارة الخارجية وكي نمشيو البلاسة نعلمو عليها ونقولو شكون جاي ووقت شوش نتكلمو يعني مفيها حتى شي. والكلام اللي بشو نقولوه رانا معارضين الافكار هذه ورانا طارحين طارح اخر اقتصادي واجتماعي. هو الرئيس هاو كي مشال منيه لقال مشكلة الاساسية اقتصادية واجتماعي. بكلم هذين نقول فيه هنا من عام الفين وسبعتاش رو مش بديت نحكي فيه البارة. من الفين وسبعتاش قلت رانا بش كمش نزيدو في هذي منويل المتاعنا اللي هو هذا بربي سي معزز معني فيه. هاي تفضل فضل. زيد الماء زيد الضقيق شو الماء زيد المديونية زيد الادايات راهو بش او موجودة هذية في خطابي في البرلمان قلتو سيد الرئيس شيخ مورو هو رئيس البرلمان قلتو راه كمش نواصلو في المنويل هذين تعزيد الماء زيد دقيق نهارة تونس بش تقوم على مصيبة كبيرة هاي الافراز هاي الجملة اللي قلتها امام برلمان هذاش قادي نعيشوا فيه اليوم اما فما حلول اخرى الناس اليوم اللي في الحكم محبوش يسمعوه لحقيقة مشكلة كبيرة الشعب التونسي جزء منه قاعد يسمع فيه ان شاء الله اكثر ناس اللي تسمع في حلول عملية بش تبدل عيشتهم تا كل يوم خاطر راهو السياسة مش شعارات فضفضة يا محو يا مدول ويا ما اديولوجيات ما شوفوا في الشعارات يا اخي الاتحاد السوفيتي يقرأوا الصارف الاتحاد السوفيتي كلها اديولوجيا وكلها الشعارات فضفضة اي في الاخر الصار انهار الاتحاد السوفيتي وراني انا من الناس اللي نقول حتى سياسة ليبرالية وحتى سياسة اه شعوعية ما نشحوا رواه ما نشحوا ونقول في هذا على اساس فما سياسات ليبرالية نشحة فما حتى سياسات ليبرالية نشحة اليوم في العالم الدول لازمها تعرف فين تدخل في انا مجال تدخل. وتدخل فيه اللي هو التربية والتعليم والصحة والنقل وغيره. وامور تهمة. شو معناها يعني تاخه فلوس الادئات وتعرف كيف يشتفرقهم. تونس اليوم حاشتها سيمو عز بنجاعة اقتصادية. خاطر يحكي لك. هي نعملوا دولة اجتماعية. بنا فلوس بتعملها دولة اجتماعية. تعملها بالنجاعة الاقتصادية. والنجاعة الاقتصادية كي تعملها. وتولي وقتها. تيبليج العباد عالتضامن. التضامن اي الادئات لازم الغنيين يخلصوا اكثر برشا اداية. ولزم الناس كل تخلص اداية. ولزم الشركات تخلص اداية. ولزم الناس يخدموا في البروفيسيون الليبيرالي يخلصوا الاداية. وفما امكانيات ومش بالترهيب رو بالتفكير. مم. بالتدرج. احنا كنا بورقيبة. بورقيبة مشي بالمرحلية. يمشي بمرحلية. اليوم عندي انا محبش تكسر لك راسكرا وبالارقام. لا 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 مهوش تكسير. يعني الارقام. الارقام تعيت يا بابا يامي. تعيت يا بابا يامي ويد. اما اما اما. اما سمح هاو. 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 مو كان عندي استاذ مرة كان يقول لي روى الاستاتيستيك سان فات بور مانتي غافيك بخيسيزيون. حلوة برش. اما باكي نحكي انا ارقام. ميجيني شاحد يقول لي برة اجيب اداياتك متاع احمد بن صالح الله يرحمه. وممتع سي الهادي نوير. الله يرحمه متع سي محمد مزاري. هذوكم ماتوا الاداية. هذك هذكم تحطوا في البلان بتاع الدولة ومتوا. يعني كي جي تقول لي اليوم خد فاما معارضين يقول لك برة اجيب الفلوس. مقيدين الاف مليار دوات تروا في الدولة. مهمش خالصين. ممانا زمن. ناس ماتت وشركات محلت وناس هجرت. ويهود تونس مشاو. يعني نحكيه اليوم على عائلات نحبش نسمي عائلات. مازال وفاما ناس يقول لك برة اجيب الفلوس. يجي نقعد ونصارحوا بعضنا. بوضعيتنا اللي هي كاريثية روه. خلي نقولها بصراحة تامة. وكاريثية نقول فاهمة من الفين وسبعتاش. اش قولك ما عملنا حتى شي. ازدادت. 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 يصير. اليوم ماشي وتزيد تصعب علينا روه. اليوم نحكيه على اكثر مية في المية من مديونية للنتج داخلي الخام. يعني وصلنا الحدود. تنجم تولي معاش معقولة لبلاد كي ما تونس. ولكن نعود ونقول الامل الموجود كي نسمعوا بعضنا كي ما عاش نتزيدوا على بعضنا في حب تونس كي ما عاش نتزيدوا على بعضنا في الوطنية. لكن رئيس يرفض الحوار معكم. يرفض يرفض الحوار. ايه معزة نحكي على شكونا. ايه نعرف نعرف. ماش مزيدات يعني في حب نا التونس ولا كيفاش نجم نجحو تونس. النجم وهذا انا من ناس النجم جي عبد كما سي صفياني يقول يا منيش موافقك في راي. هي على راسي مش موافق. هيجي نحكيه. برهن ببرهن. رقم برقم. هو. هو الحوار ما يجيه كن من يزوز اتراف. ايه. يعني كبه. ماتدرج حوار. كلنا ماتدقيه معه. سمحني. سيد الدود. يا. ايه. ايه. انا عطيك مثلا رأيي على الاتحاد اللي عم تونسي شغل. ايه. نس كل تقول الاتحاد وما فيه وعمل له ما نعرشه قوي. ايه. انا نقول لك الاتحاد مش هو اللي قوي. الحكومات هي اللي ضعيفة. الحكومات هي اللي ضعيفة. خدكي تقعد انتي قدام واحد من الاتحاد اللي هو تونسي كيفه كيفه. وتفسر له. فسر له. اللي هاو الوضع وهاو الحلول نقترحهم. نجم تقنعه راه. ونجم هو زاد يقنعك. هكيه. اما تخرج اليوم الاتحاد اللي عم تونسي شغل. تقول انا ورتوني في حكاية الصندوق النقد الدولي. وعمري ما اسمعت بالبرنامج. والحكومة تقول لا في علمها. هم يقولوا ما في علميش. ايه. يعني هذي. ايه. تقيمة سياحة ثانية. جزت ملاحظة صغيرة عنه قاله الاستاذ فان.